نحن نعرف بعد المهادنة أو مساكنة طوال العامين الماضيين وبالتزامن مع أحداث غزة قام الأتراك بدل أن يغطوا علاقاتهم مع إسرائيل أو يضغطوا باتجاه أن ينصروا المقاومة في غزة نراهم عادوا عبر المشروع الأمريكي إلى تحريك الجماعات التكفيرية وبعض الفصال المسلحة التابعة لهم للقيام بعمليات ومشاغلة الجيش السوري بهدفين الهدف الأول ثاني الحكومة السورية في حال فكرت أن تكون شريكة في أي حرب قادمة محاولة تهديد وتنبيه إلى أن الجغرافيا السورية ستعود أمريكا بأداة تركية لإعادة إثارة الحوادث العسكرية الهدف الثاني أن هذه الجماعات قامت خلال الشهرين الماضيين بعمليات ضد الجيش السوري في عمليات إرهاب وقتل وبالتالي هذا القاصف هو محاولة من الحكومة السورية والجيش السوري لمنع هذه الجماعات من شن هجمات مباغتة ضد الجيش السوري وعدم الاستسلام أيضا للخطة التركية التي تحاول الآن أن تشغل سوريا بدل أن تشغل إسرائيل فإنها تبعث سفن الطماطم والأرضية إلى الحكومة الإسرائيلية إذن ستبقى الحالة على ضوء الاشتباكات المتبادلة دون التفكير بعملية من قبل الحكومة السورية للسيطرة على مناطق جديدة أو للسيطرة على محافظة إدلب كاملة لا أعتقد أن هذا الوقت هو وقت مؤاتي أو مناسب لأن تقوم الحكومة السورية بعملية تحرير شاملة خاصة أن منطقة الجنوب كما تعرفون في درعة وغيرها ممكن أن تحركها أيضا إسرائيل وهناك الحراك الدرزي الذي يحرك أيضا بالخارج من السويداء وجبهة الجولان تعرفون خصوصيتها وحساسيتها أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة مشاغلة عمليا من الأطراق باتجاه الحكومة السورية والحكومة السورية تحاول الدفاع عن الجغرافية التي تحكمها ومحاولة ما يسمى القصف الاستباقي أو خط النار المانع لتحرك هذه الجماعات المسلحة دكتور ناسيب ألا تعتقد أن التفاهمات الدولية لا سيما بين النظام التركي وروسيا هي من تلعب دورا في تحديد مصير الاشتباكات في هذه المنطقة المصالح التركية الروسية لها عنوين عامة ممكن أن تحصل بطبيعة الحال نتيجة مصالح الدول لكن ما يجري الآن هو مشاغلة ميدانية جزئية وليست مشاغلة ميدانية كبرى تحت عنوان معارك استنزاف أو مشاغلة لإبقاء الجبهة حية كما يقال ساحنا لكن عن بعد وليس بما لا الجماعات التكفرية التركية ستتقدم بشكل كامل كما كان يجري لاعتبارات أن المنطقة لا تحتمل أي خطأ على مستوى الجغرافيا أيضا الحكومة السورية في لحظة دقيقة الكل يترقب في المنطقة على مستوى الدول أو على مستوى حركات المقاومة أن تنفج الأمور في أي لحظة وبالتالي لا تستطيع أن تبدأ هذه المغامرة في لحظة المنطقة كلها تقوم على برميل من البارود أشكرك جزيلا شكرا الكاتب والباحثة السياسية الدكتور نسيب حطيط على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت